السلام عليكم يعطيكم الف عافية كيف حالكم ان شاء الله بهذا الفيديو سنشرح المحاضرة التالت الملف التالت هي اساسا طويل فبالعادة دكتور ايمان تشرحوا على محاضرتين وليس على محاضرة واحدة وطبعا احنا نفس الشير سنقسم الملف من النص سيكون لهذا الفيديو والفيديو الجاي نفس ما ستعملوا عنكم دكتور ايمان لان نسي ما احكيت لكم هذا الملف طويل كتير طيب شو هي عنوان هاد الملف الطويل كتير او ليش هو كتير طويل لانه بيحكي عن مضوع كتير مهم يمحير عقولكم كلية هاكين ليش احنا بندرس ايكا هايو واي هيلث ايكا ليش احنا بندرس ايكا بس عشان تقتنعوا وتدرسوا ايكا دكتور رح اطى لكم محاضرتين ليها هاي المحاضرة ولي بعضها كمان بس بعنوان واي هيلث ايكاوميكس شو فائدة الهيلث ايكاوميكس وليش احنا بندرسها اوكي امام فااااااا في انطلع هاي المال ازرع هون هاد هو الترقين اكم اوكي وفي انهم واحد هاي اثنين تلاتة اربعة خمسة اهي اهية اهية ازيب هذا الوعين خلاص ثمانة سباب ان شاء الله احنا بندرس ايكام وايش ايكاوميكس كتير مهم هلا وقبل اين اخرأ انتو انتو نفسكم لازم تكونوا فهمين عن جداهنا حانو انتو ان vi muy öko احكي لكم شغلة هلا مش مرات بيحكي لك انه في مرات الناس بيكون معها مصاري بس متلا متعرفش تلبس او متعرفش متلا تروح فيهم او متعرفش تستثمرهم صح فتروح بتضيعهم هيك ومرات على العكس بيكون واحد معه نتفت مصاري بيستثمرهم بيستخدرهم منطريقة صحيحة بيكتروا وبكون استخدمهم شغلات صحيحة عن جد كتير استفاد مثلا منهم باقصى درجة ممكنة هذا هو الفرق يعني اللي احنا زي ما تحكوا لازم عن جد يكون واضح بالنسبة لنا انه احنا استثمارنا الاموال المخصصة للصحة مثلا هذا الاشي بطريقة صح يعني انه انت وظفت ناس صح بنيت مستشفيات بطريقة صح بأماكن صح ووفرت فيها خدمات صح بتلزم الناس عن جد وكتير كمية منيحة من الناس خلصت رح يتعالجوا مثلا بطرق العلاج والأدوية اللي انت بتحطها هذا الاشي معناه انه انه من ناحية ايكوناميك من ناحية اقتصاد انت شغال صح تمام فهمتو كيف؟ فعشان هيك طبعا اكيد الاقتصاد مهم مش بس بالطن الاقتصاد مهم بكل مكان اللي بعرف يستخدم فلوسه صح هو دايما اللي بينزحه يعني لو كان معاشرين هلأ وعرف يستثمره صح عاد ومرات ممكن ان يكون مليونير او وارث ثورثة مثلا وبضيع مصري هيك عن حكي الفاضي فعشان هيك احنا بنعرف كيف احنا ممكن نستخدم الفلوس صح ونفهم الايكو الصح طبعا انت كطالب سنقول لان ما بتطلع بيدك اشي بس عشان اذا قدام صرت هيك وزير صح عام مرتب تكون انت شو؟ لا اخذ هلث ايكوناكس اوكي طيب اه اه دعونا نبالش تقريبا نفس الشيء اللي انا حكيتو بس رح نضل منعيد ونزيد فيه طولي في الفاضارة انتو عارفين انها هي مادة فلسفة فما مادة الفلسفة سوح بتشروح شغلات انتو اساسا عارفينها او شغلات شوي بالنسبة لكم بديهية بس انتو لازم تكونوا حافظينها زي ما هي مكتوبة خلات كيف فى يلا بينا بحقولنا يلا ليش احنا بندرسه الكوروميكس هذا شكلكم هون وانتو بتقرأوا بسلايدات لك احنا مش عارف هاي الصورة مين حطها هلا ليش مهم الىك طالب طيب او ميديكال اللي هو ممارس الطبي يعني الطبيب ليش لازم يكون فى عندك علم او فكرة بسيطة اللي عن موضوع الهيلث ايكوميكس بحكولنا ان الهيلث ايكوميكس is important in determining how to improve health outcome and lifestyle يعني هي كتير مهمة عشان تطوير تطوير اللي هي نتائج خلينا نحكي نتائج الهيلث يعني نتائج الروح على المستشفى تكون احسن نتائج الروح على المركز الصحي تكون احسن وبرضو كمان اللي هي نمط الحياة او سلوكيات الحياة كلها هاي برضو كمان ممكن تتنعديل وممكن تصير كتير منيحة شو اسمه بسبب بسبب ادوية صح مستشفيات بماكن صح تمام هلا رح نوضح الموضوع هون نتائج الروح هلا بحكوه لنا انه رح يكون لدي انتر اكشن رح يكون لدي ترابط بين الاشخاص العاديين الهيلث بروبايدرس الديكاترا والكلينيكال سيتنج اللي هي المستشفى المكان بيحنا فيه ممكن نصير بيحنا متفاعل صح اذا كنت انا من ناحية ايكوناميك عم بحسبها الصح و بفكر و بقرر و باتخذ اجراءات و كذا طريقة صحيحة اوكي؟ تمام هذا الاشي زي ما حكينا بيكون بيطور و بحسن الصحة معشي الهيلث اوتكم انه كيف انت النتائج بعد ما رح تحديد دكتور بيصير احسن وممكن انت برضو كمان بعدها تغير شو نمط حياتك هلا رح نشوف كيف تمام؟ هلا بيقولنا انه يعني بشكل واسع او بمصطلح واسع الهيلث ايكوناميكس بيأثر من ناحيتين الناحية الاولى اللي هو الهيلث ايكوناميكس الهيلث ايكوناميكس ماشي؟ يعني انه انا كحدة مثلا بدرف سيل ايكو لازم اكون عارفة كيف الهيلث ايكوناميكس كيف نضاعم الرعاية الصحية بالبلد كله ممكن يشتغل صح طريقة اقتصاد فهمتوا كيف؟ يعني هلا عم بحكي عن مستشفيات مراكز صحية وزارة الصحة كلها بعض مستشفيات خاصة وحكومة و هكذا كيف هي من ناحية ايكوناميكس ممكن تكون تمشي صح ماشي؟ يعني كيف المستشفى تجيب بشغلات صح ما تجي معدات عالفاضي ممكن تكون معدات رخيصة وإلها ألف شغل ممكن معدة واحدة تكون كتير غالية وتكون بلا فائدة وتكون بس هيك منظر و الاسم انو والله انا شاري من البراند الفلاني فعلشان هيك كتير مهم الايكو بهاي اشتغلات اللي هي نظام الصحة اللي موجود بالبلد ومستشفيات لازم يكون فيها ايكو صح محسوب لها تمام؟ اما الناحية التانية اللي هي الناحية التانية من الناحية افراد كيف انا ممكن استفيد من الايكو كيف انا ممكن استفيد من الايكو لان ما يتحدث عن الفرد الواحد انو والله انا اول شي ممكن امنع او اقلل او اواعي الناس عن التدخير او ديابيتس السكري كيف انو مثلا يحاولون ما يصير معهم سكري ما يعكلوا كتير سكريات ما ينصحوا كتير كل هذه الاشتغلات اذا انا اقدرت اقنع الناس فيها معناها انو رح اقلل الامراض بالبلد رح اقلل العبئ الاقتصادي من الامراض على البلد تمام؟ فانا الايكو يعني زي ما تحكم با درسها علشان استفيد من ناحيتين اوكا اول ناحية هي انو انا شو بدي اعمل انو انا اشتغل على اللي هو نظام الرعاية الصحية بالبلد من ناحية مستشفيات ومراكز الصحية ودكاترا وهي القصص اني انا احسبها ايكو صح من ناحيتهم وبرضو كمان مثل السموكينج والديابيتس اللي هو السكر كيف ممكن نصير عند الواحد والوبزيت اللي هي النصاحة كل هاي الشغلات لو انا اقللها برضو كمان بكون عم بحسن الايكونامكس بالبلد تمام؟ فهدها الهم يعني زي ما تحكم الاهداف اللي احنا بنحاول نوصلهم من خلال دراسة الايكو وهي في عندنا هون كتفصيل سبع اسباب صح كانوا سبعة لا تمن يعيهم هون بها المحاضرة تمن اسباب لدراسة الايكو هلا اول اشي لازم هاي رقم واحد خلينا خلص نبلش بالاول اللي هو انو احنا بدنا نفهم شو هو السميلاريتيز هلا سميلاريتيز يعني تشابهات للناس اللي ما بتعرفها معناها تشابهات فانا هون بكون في عندي سميلاريتيز اللي هو الدكتور طبيب اللي هو اللي بكون الاقتصادي الحدا اللي بيفهم بالاقتصاد في عندنا زي ما بتقرؤوا اربع تشابهات وشغلات كتير مشتركة بين الطب والاقتصاد شو هو الاشي المشترك بينهم اول اشي انو الاثنين هدول بكونوا يشتغلوا زي ما تحكوا علشان يعني مصلحة الافراد اوكي يعني الطب بيكون بدي يعالج الانسان والاكونوميكس بيكون بدي يحفظوا على فلوس الانسان فمش مثلا زي الزراعة او زي هيك او تخصصات مثلا ماذا خلها الاثنين هدول بيعنوا بالتعامل مع البشر وهذا هو اول تشابه بينهم انو الرياليستيك ابروش الاثنين بتعاملوا مع مشاكل حياتية الاقتصاد بتعامل مع مشاكل الفلوس والسكرسيتي وهي شح الموارد اما الطب بتعامل مع مشاكل الأمراض اللي موجودة مع الانسان بحكولنا بوث الاثنين بتعاملوا مع حياة الانسان خاص بحكولنا تشابه الانسان الاثنين كتير بيهتموا بحياة الانسان واحد من ناحية اقتصاد واحد من ناحية امراض تمام هذه هي اول تشابه بين الاقتصاد والطب ثاني تشابه بين الاقتصاد والطب انه الاثنين بيعتمدوا على يعني المعلومات الرقامية كلهم بحبوا الارقام الاقتصاد طبعا ارقام لانه فلوس والله انا عندي 1000 دينار بدي استثمرهم كذا لشان يصيروا 2000 مثلا فلوس ونفس الشيء الطب الطب يتعامل اكيد مع ارقام ارقام موفيات ارقام مواليد ارقام اللي ماتوا من المواليد وهذا الاشي رح تاخدوه طبعا بالتفصيل و الامتحان حرفيا في مرات كان يجي الامتحان نصف يكون ارقام طبعا هذا مش هلا انتو بتاخدو الارقام وغالبا احنا على سنتي كان الوقتي امتحان البليسي كان تقريبا نصف الامتحان ارقام بس وقتي كان فيه دكتورة هثر ما كان الدكتورة اللي هلا بتدرسكم فوقتيها عن جد كان اللي مش دارس ارقام هاي القصص عن جد وقتها كان نصيبة بالنسبة اللي رح يكون فعشان هكا الطب اكيد بتعامل مع ارقام اكيد بتعامل مع نسبة انجاء الله بس يدخلوا بالطب لقدام رح تشوفوا مثلا نسبة سرطان كذا بالسنل الفلانية قديش خف بالسنل كذا بعد ما استخدمنا هذا العلاج قديش زاد بعد ما انتشر هذا الموضوع فدائما الطب بتعامل معه مثلا شو بيزيد المرض شو بيقليل المرض بحيث ارقام تكون فعلية نستخدمها ونعتمد عليها فالثنين بتعاملوا مع الارقام والثنين بعتمدوا على شو على المعلومات الرقمية اللي هي المعلومات الرقمية زي ما مكتوب بيكونوا يتعاملوا مع ارقام زي ما بتقرؤوا كلاهم يهتم بالرقام فالاقتصاد مثلا بيهمه كم الموارد اللي عنده اما الطبيب بيهمه ارقام ونسب صحية كرسبة الوفيات ثالث تشابه بين الطب والاقتصاد انه لاتنين لازم اختار فيهم خيار يعني لازم انا افكر منيح من ناحية الاقتصاد ادرس مثلا الموضوع اللي قدامي صح مثلا انا اشتري هذا الاشي او هذا الاشي طبعا في وجه اللي هي عدم التأكد مرات انت ما بتكون متأكد مية بالمية انه المشروع اللي هتدخل فيه رح ينجح بس انت فكرت بالموضوع القليلة درستها صح عملت اللي بتقدر عليه وقررت مع انك مش متأكد مية بالمية نفس الشي طب الطب مرات انت بتكون عملت كل الانفتيغيشن المطلوبة منك اخذت حياتي بطريقة صحية يعني سيرة مرضية عملت الفحوصات كلها للمريض بس طبعا ما تأكدته بشماله فعشان هيك ممكن انت تتخذ قرار انسيرتينتي ما تكون متأكد منه طبعا هلالشارات برضو انا منشوف اكيد مع الكاتر بالمستشفى تكون مثلا حالات محيرة نفس الاشي الاقتصاد مرات انت بتتخذ اجراء وانت مش متأكد مينه ما بيه بالمية فانت عندما تحكو هذا الاشي برضو كامل مشترك بين الطب والاقتصاد انه لازم بالعادة تتخذ قرارات صعبة وانت مش متأكد من النتائج سواء بالاقتصاد او بالطب تتخذ اجراء بس مرات ما بتكون عارف النتيجة كيف تكون ورابع تشابه بين الاقتصاد والطب انه الطب والاقتصاد لابد اتنين انا عشان اختار شغله لازم اقارن بين ايجابياتها و خطورتها انا لو بدي اعطي المريض الدواء لازم ان اقارن بين الفائدة اللي رح يوصل عليها المريض لما ياخد هذا الدواء وبين المضاعفات الجانبية اللي ممكن تصير عليه لو كانت المضاعفات الجانبية اللي رح تصير عليه كتير كتيره و ممكن يفقد حواسه و ممكن يفقد بصره و ممكن يسبب له مصايم اكيد ما بعطيه صح؟ بدور له دواء يكون احسن بالنسبة له ما يسبب له كل هذه المضاعفات فانا لازم دائما لازم احسب الفوائد والاخطار ولازم الفوائد تكون اكتر من الاخطار حتى بالاقتصاد لازم انا مثلا ادخل المشروع لازم اقارن بين الخطورات او الشغلات اللي رح تتأثر بحياتي مثلا المسببه وبين الفوائد اللي رح تيجي واقارن و اذا حسيت ان الفوائد اكتر من المضاعر بتعود عليها مثلا خلص باتخذ القرار تمام فالتنين لازم اقارن بين الخيارات و اقارن بين ايجابيات و سلبيات كل واحد فيهم هيك بنكون الحمدلله خلصنا اول فائدم فوائد رياسة الايكو انه احنا عرفنا انه فيه شغلات متشابهة بينها وبين الطب هلأ بتنشوف على النقيب شو هي الشغلات المختلفة بين الايكو والطب هلأ بحكيتنا ان الطب بتعامل مع انسان واحد يعني انا لما مثلا اجي اعالج بعالج شركة كاملة او بعالج انسان عالج انسان او بتعامل معه على الاليل لو مثلا خنفرض شركة كاملة مرضت عادي بمسك واحد واحد فيهم بعالج واحد واحد باطي دواء واحد واحد بسألوا ما لك ما فيه علاج دايما لكل نفس الاشي هاد انشاء الله تستخدموا بسنة ثانية وثالثة ممكن واحد يكون عنده مرض ويكون عند اخوه نفس المرض بس هاد ياخد دواء و هاد ياخد دواء هاد عنده حساسية هاد ما عنده حساسية هاد عمره الاد هاد عمره الاد هاد بيديت هاد شاب و هكذا فهمتو كيف فعشان دائما احنا متعامل مع المريض كحالة وحدة احنا متعامل معه من ناحية ايكو بس الطب يعني بالحالات الفردية انا متعامل معك بس كشخص واحد حسنا هيك خلصنا ثاني فائدة لدراسة الايكو اعرفنا شو الفرق بين الايكو و الطب ثالث اشي انو احنا بندرس الايكو عشان احنا صار في عنا ادفانس النوليج هلا احنا كل سنة بظهر عنا امراض جديدة بظهر عنا علاجات جديدة مطاعيم جديدة مثلا ادوية جديدة شركات ادوية جديدة معدات جديدة وهكذا و كتب جديدة اكيد فعشان هيك كل هادو الشغلات بتصير ذك انها عبن مثلا انو والله كل سنة انا بدي اجدد مثلا الاليات عشان اجيب مثلا احسن الاليات بالبلد يعني لو مثلا وصل للدول المتقدمة اجهز كتير مياحو بتساعد المرضى وبتحسن حياتهم و هكذا اكيد بالاردور احنا نصير نطمح انو يصير عندنا زي الالش مثلا بالمانيا و امريكا فبنصير بننشد حالنا نزبط الاقتصاد نستثمر لفلوس القليل اللي معنا حتى نجيب احسن شغلات موجودة تمام فموضوع التقدم اللي موجود والشغلات الجديدة اللي بتنزل برضو هادو بخلينا انو نفكر منيح كيف ندرس ايكو كيف نستثمر الاموال اللي معنا صاحة عشان احنا كمان الواكب التطور تمام فبحكونا انو هذا comes in many form يعني هذا بيجي على عدة اشكال اللي هو التقدم بالعلم اول اشيه new diagnostic procedure شو يعني new diagnostic procedure يعني طرق تشخيص جديدة زي شو زي ال MRI اللي هو رانين البغناطيسي وال CT scan اللي هو صورة طبقية هلا هدول صور نعملهم مثلا للمخ ماشي وهدار اجداد هلا لنفترض دول معينة بتستخدمهم وبتصور فيهم مثلا المخ والدماغ ما هو بصر شو اكيد رحصير دول تاني بتستسر تستعملهم صح فهذا اللي هيصير مكلف على هاي الدولة تمام هاي زي ما مكتوب بالاحمر هناك تطور دائم وتحديثات في المجالات الصحية وظهور وسائل تصخيص جديدة كنرين المغناطيسي وغيره تمام كلها هاي اشتغلات والصور واجهزة التصوير والفيلم تاع التصوير وموظف التصوير وبصر شو كل هذا اكيد حكوم مكلف ثاني اشي اللي هو نيوث ثيرابيوتيكي بروسيجور يعني مثلا مضوع الاندوسكوبي اللي هو الناظور اذا تعرفوه او المنظار كثير هاد بعملول عمليات المعدة هذا بدل ما انا افتح المريض ماشي و ألعب بامعاؤه ممكن انا من غير من المريض ولا حتى اشرحه ادخل المنظار على الجسمه احط فيه كاميرا بسيطة ومن غير ما المريض اساسة ان ينخدش بس هيك بصير اتطلع بالكاميرا اللي دخلت جوه الجسمه و اعمل العملية بكل بساطه هذا المثال على موضوع نيوثيرابيوتيكي بروسيجور اللي هو الاندوسكوبي المنظار اللي ايثنك انها خزامة بالإيثيكس شرحت لكم اياه باول ملف اللي هو ملف المصطلحات ووقتيها وخزامة شرحت الفيديو ووضحت وبالملف وحطت كمان صور للاندوسكوبي فالاندوسكوبي هو من اهم الشغلات اللي اولها لما ظهر كان مكلف حتى انه احنا نجيه بالاندوسكوبي بس بعديها صار يوفر علينا العمليات بتاعت انه نفتح المريض صح؟ فبرضو كمان هذا كان اولها مكلف عبر ما جبناه على الاردن بعدين لما جبناه على الاردن صار كتير اخاف على الوزارة الصحة ووفر عليها كتير شغلات لقدام تمام انه بدل ما المريض كلنا نعمله عملية يؤد مثلا عشر ايام بالمستشفى بصدنا نعمله اندوسكوبي يطلع بنفس اليوم وانا من الناس اللي والدي قبل الفترة يعني يعمل العملية اندوسكوبي ما فتحوا واندوسكوبي ما فتحوا وطلع بنفس اليوم العصر يعني بس نفس العملية لو قبل سنين مثلا عملها كان يمكن قاعد باسبوعين بالمستشفى فهذا الاشيه طبعا بيوفر على المستشفى وبيوفر على وزارة الصحة ان المريض بروح برساليوم ما بيقعد اسبوعين تمام لو بيقعد اسبوعين اكيد بهذا الاشيه بكون مكراف على وزارة الصحة تمام اوكي فهذا برضو كمان مثال على دراس اللي كونميكس انو احنا بكون في ثالث اشيه انو انا في عندي نيو دراجز في عندي ادوية جديدة كل ما تنزل ادوية جديدة على السوق كل ما تنزل شركات جديدة للادوية على السوق انا لازم اتعرف عليها كلها اقارن بين جودة الادوية كلها اقارن بين اسعارهم كلهم واختار مثلا كوزارة صحة شو الادوية اللي بدى ادخلها على الاردن شو الادوية اللي بدى احطها بالمستشفيات وهكذا تكون طبعا يعني رخيصة وهيك تمام اوكي هلا موضوع اه اربعة لهو نيو يوسيس اف اول دراجز هلا هون مش ادوية جديدة لأ هون فين دي اول دراجز بس من جديد رجعت انا استخدمهم زي كيف زي موضوع الاسبرين الاسبرين اكيد كلياتكم تعرف انه هو مانع للتجلطات هايو مكتوب انو تبريفنت اكيوت ميوكارديا الانفاكشن شي يعني ميوكارديا الانفاكشن او اكيوت ميوكارديا الانفاكشن معناها الجلطة قلبية اوكي تمام هايو ميوكارديا الانفاكشن المهم انه هاي الاسبرين احنا اكيد كلكم تعرفين هاي معلومة عامة انه الاسبرين دائما هاد مضاد للتخثر ماشي بيكون ضد الجلطات القلبية اي احد مثلا خايفين انه اصار معها جلطة او اي حدا اول ما يصير عنده دائما شو بنعطيه اسبرين صح؟ فبحكومنا انه زمان الاسبرين اصاسا ما كانوا يعرفوا انهو باستخدم هاي الشغلة كانوا يستخدموه كخافض حرارة تخيلوه بعدين نحسوا انه بس واحد يسخن شوي عبطوه هو اسبرين بس بعدين نحسوا انهو مش كتير فعال بتخفيض الحرارة وخلص وقفوه بعدين اكتشفوا انهو والله لو نغطينا جماعة الجلطات كتير وضعهم بتحسن وحلا صار دوع مشهور جدا للجلطات فزي هاي الشغلة مثلا تخلينا نحط بحسباننا انه احنا كدولة نجيب اسبرين كتير نوفر المرضى لانهو مضادة لتخثروا يعني انا كتش ندوس بصراحة كل الكبار السيني اللي بيشوفهم بالنستشفى كلهم سالهم شو بياخد ادوية كلهم اسبرين حتى انا تيتا وسيد وكلهم اهل ماما واهل بابا اسبرين تحس الكل اللي خالص بسيوص الاهد معين الكل بصير اسبرين فالاسبرين طبعا مهم ايه صح فشان ايك بردو كومدنا نصير تحطه ضمن اقتصادية الدولة اوكي وبالنسبة لخمسة خامس شغلة بردو كمان جديدة ممكن تكون صارت وشو اسمه وتأثر على الاقتصاد هي فيه شغلات اكيد احنا جديدة فهمناها بالطب فهل رح تأثر على الاقتصاديات هلا رح نفهم كيف مثلا موضوع السموكينج هلا موضوع السموكينج بموضوع التدخين هذا كتير رح تضلكم تحكو عنه طول الطب يعني التدخين المصيبة كل مصايب الدنيا تكون بالتدخين مش بس ان الواحد رح يكوح وشفايفة وبصار شو بصار شو بصار شو لا موضوع كتير اخطى من ايك يعني ممكن ان هاد الاشي يعمل لهم لنج كانسر ودي احكي لكم معلومة انه اغلب اللي عندهم سرطان ريئة تقريبا تسعين بالمئة منهم هادال بكونوا مدخنين تخيلوا لأي درجة يعني كتير التدخين بهم سرطانات ريئة بشكل رهيب مش بس هيك البرست كانسر اللي هو سرطان الثدي وبعض كمان البلدر كانسر اللي هو سرطان المثاني كل هادال السرطانات كتير متبطين بالتدخين يعني ارتباط كتير قوي بالتدخين اللي بدخن ممكن كتير يصير عنده سي هاي السرطانات تمام وشوفنا كتير زي هيك حالات بالمستشفيات فعشان هيك احنا كدولة مثلا بدنا نفكر فيها من ناحية اقتصاد هلا اكيد صحة الافراد مهمة وللازم الواحد يوعيهم عشان صحتهم بس برضو كمان من ناحية اقتصاد انتو شوفوا كم بلوة يعني صار فيه بالبلد سرطان رئى وسرطان ثدي وسرطان مثانه بس من وراه التدخين غير طبعا عن الامراض الكتير التانية الضغط والسكر وبسشو كلها اللي بتكون كمان بسبب التدخين فاتخيروا انا لو مثلا مناحة التدخين او لو انا قللت او وعايت الناس فيه كيف انه والله الحياة ستصير احلى وكتير رح يخفف عن اقتصادية الدولة من ناحية علاج الناس صح ولسه فيه كتير يعني حكيت لكم بلاوي بسبب التدخين فهذا نحن زمان ما كنا نعرف انه السموكينج كلها الاد بعمل مصائب بس مثلا من الججيل من الدراسات اللي عملوها لقو انهم بلد تدخين بعمل كل هاي المصائب فعشان لما احنا فهمنا هذا الاشي بنا ندرسها من ناحية ايكو رح نصور بنا نحارب التدخين اوكي تمام فهذا برضو من اهميات الايكو وثاني شغلة اللي هي شو مثال برضو كمان اللي هو الفاتي الهايبرتنشن الهايبرتنشن هو ارتفاع الضغط يعني اللي عنده ضغط ارتفاع ضغط الدم اوكي هلا ارتفاع ضغط الدم هاد شو ماله هاد بحقله من اهم اسبابه اللي هو الفاتي دهيت شو يعني فاتي دهيت يعني الاكل او النظام الصحي اللي كله دهون اكيد طبعا انتو متلا لما تيجوا تاكلوا منصف او عمرك سميت انه مليان كوليسترول او مليان دهون هلا الدهون هاي بتخوف نفس الشي الاكل الجاهس الاكل الجاهس برضو كمان مصيبة لانه كله دهون فهاي الدهنيات بتعمل مصائب ان شاء الله رح تاخدوهم مع سنة تانية من ضمنهم الجلطات تصلي بالشريين الضغط مثلا هاي عندنا الهايبرتنشن فانا لما اواعي الناس بهاي الشغلات احكي لهم انه والله الكوليسترول الدهون مش منيحة لصحتكم هذا الاشي ممكن يواعي الناس يخليهم يقللوا اكل الدهون كل هالقد وخلص يعني مثلا يبطل عندهم هايبرتنشن والهايبرتنشن طبعا هذا مرض خطير اللي هو ارتفاع الضغط وممكن يعمل مصايب ورح يزيد العبء على الدولة من ناحية موارد ومن ناحية فلوس وكذا فعلشان هيكا برضو من ناحية اكله وانا احارب السموكينج واحارب الدهون واكل الدهون والاكل الجاهز وهي القصاص كله هذا اللي هيغفف على الدولة من ناحية عبء اقتصادي من ورد الامراض برضو كمان هذا الاشي اللي هو اكتشفت هاي شغلات كتير برضو بتساعد بتحسين صحة الافراد وبنفس الوقت بتساعد من ناحية اا اقتصاد كيف انا ممكن اخفف على الدولة لما امنع حدوث هاي الامراض هيك نكون خلصنا تالت فائدة من فوائد دراسة الايكارميكس تمام خلينا نشوف الرابعة شو هي الفائدة الرابعة لدراسة الايكارميكس بحكولنا نفس الملاحظة اللي كنا نحكيها بنحضر الايكارميكس كنا نحكي ان دائما احنا دائما في عندي زيادة بالمطالب زيادة طلب تمام دائما عندي كتير كتير مثلا الناس كلها بدها علاج الناس كلها مثلا بدها مراجعات الناس كلها بدها توصل للعيادات وهكذا وبنفس الوقت عندي عندي مثلا مستشفيات محدودة محدودين فلوس محدودة وهكذا وقت محدود مثلا وهكذا فعشان هيك مثلا بتلاقي مستشفي حمزة لو تروح تاخد فيها موعد فعطوك موعد بعد سنة وبعد سبب شهور طب انا مثلا تعمل وانا بدي اشوف دكتوري اخوان تحكي لك والله يعني هي هادا اللي بنقدر نعملك هي كتير مرضى يعني في عندي شو وبرضو بنفس الوقت في عندي عدد دكاترا محدودين خمسة دكاترا فانا في عندي الموارد والفلوس اللي عندي باحسن طريقة باحسن صورة اكيد هادا رح يحسن من نظام الصحي اللي موجود يعني لو مثلا هادا يحاول مثلا انه يشتغل على موضوع مثلا زي مثال مثلا موضوع مستشفى حمزة وانه كيف المواعيد بيكون كتير متاخرة تمام؟ هذا الاشي رح يكون حل لموضوع زيادة المطالب والموارد المحدودة اللي موجودة عنا تمام؟ اللي هو ممكن زي محكينا نعالجو عن طريق الايكونوميكس فهذه هون فائدة الايكونوميكس تمام؟ هلا بيحكو لنا هون انه الهيالث ايكونوميكس ايز اكزيرتنج ان انفلوانس اون ديسجن ميكينج ات اول لفلوس بيحكو لنا الايكونوميكس اللي هو الاقتصاد او الفلوس خلينا نحكيها احسن الفلوس ما لها الفلوس اه كتير بتأثر انفلوانس معناها يؤثر تمام؟ اتخاذ القرار الطبي اتخاذ القرار لما انا كدكتور اشوف مثلا ظروف المريض اللي بدعمي كتير ضايفة وما معاه فلوس هل راح اروح احط له خمس عمليات وابصر اكمن دواء وابصر شو لا بحط له شغلة تتناسب مع وضع الاقتصادي يقدر عن جد يروح يشتريها يعني لو انت مثلا جوفت مريض فقير كتير وعطيته دواء ب700 دينار اكيد راح يطنشو وصحته راح تصير اسوأ بس لو انت قدرت هاد الاشي وعطيته شوي مثلا دواء ارخص وفعاليته شوي اقل هذا اكيد المريض راح يلتزم فيه وياخده وعلى اي صحته راح تبلش يتحسن تمام؟ فاحنا هون اتخاذ القرار كتير بتأثر بموضوع الفلوس لازم دائما انت تراعي ظروف الانسان اللي قدامك عشان هو يقدر انه يرد عليك ويقدر يروح يشتري الدواء اذا انت من خيالك جبت له اخلى دواء عشان هو يتحسن احسن تحسن يمكن هو ما يروح اساسا نشتريه لانه ما معاه فلوس فانت من ناحية انك انت بدك مصلحته وبدك يا عم جد يلتزم بالدواء اعطي دواء مناسب لوضعه الاقتصادي ومن هون احنا بنحكي انه الاقتصاد يعني له تأثير على اتخاذ القرار بكل مراحل الهيلثكار بكل مراحل الرعاية الطبية لازم تضلك منتباح للاشي الاقتصادي خصوصا للمريض انك ما تعطيه اشي فوق قدرته او تروح تطلب منه بلاوي فحوصات وهو مش كلهم بحاجتهم وتخليه يدفع كتير شغلات تمام؟ اوكي بس حسب احتياجات المريض انت بتعطيه متلا اشيه يدفع لها وبرضه كمان اول resources حسب انت كيف تشوف وضعه بتعطيه شغلات هو يروح يشتريها and the best for the patient حسب ايش احسن اشي للمريض يعني انت بدك تحط ببالك ثلاث شغلات انه اول شي هو شو بيحتاج اثنين هو قديش معاه متلا او هو قديش ظروفه ثلاثة شو احسن اشي ممكن هو يعني يجيبه شو احسن اشي ممكن يعمله انت حاول انصحه ويحكي له تمام؟ اوكي وبرضه هون فيدينا معلومة كمان شو بيحكولنا انه يعني يهدف الى يعني بيحكولنا انه الاقتصاد يعني يسهل يعني هو الاقتصاد رح يسهل عليك اتخاذ القرار كيف؟ بيحكولنا بكل بساطة كل الفائد من الرغي هاد هو موضوع الافيكاسي عن طريق موضوع الافيكاسي شو هي هي كانت الافيكاسي اذا بتتذكروا الافيكاسي حكيناها الف مره هلا مفروض خلاص صدت خبراء افيكاسي الافيكاسي معناها انه انا اشتري باقل سعر احسن اشي موجود تمام؟ هاد هو الافيكاسي فهو بيحكولنا ان الايكو بتسهل وعملية اتخاذ القرار كيف؟ بكل بساطة عن طريق الافيكاسي انا بشتغل على مبدأ ثابت لهو الافيكاسي بدي اجيب احسن اشي باقل سعر ممكن انا اجيب فيه تمام؟ هلا بيحكولنا انه هي الايكو كتير اشي مهم ولازم على الطبيب انه هو يكون اندرستاند يفهم مبادئ الاقتصاد وتأثيرها الامباكت تاعها على الاتخاذ القرار الطبي الاتخاذ القرار الطبي فلازم كدكتور تكون فاهم مبادئ الاقتصاد وكيف تعرف تطبقها باتخاذ القرار الطبي السليم انك انت توصف للمريض اشي متناسب مع وضعه تمام هيك احنا نكون خلصنا رعبع فائدة من فوائد الايكو اللي هي انه احنا بنشتغل على الافيكاسي حتى يعني نعطي احسن اشي للمريض ممكن يفيده في ظل الانكريزينج ديماند اند ليميتهد ريسورسي تمام هامس فائدة من فوائد الشو اسمه؟ هامس فائدة من فوائد الايكونوميكس هي شو الكونتريبيوشن اوف ايكونوميكس انهلث كير سيربسيز هلا هون الفكرة من الموضوع بحكه لنا انه احنا الاقتصاد الاقتصاد ما له فواني اوكي الاقتصاد دائما فيه كنتريبيوشن شو يعني كلمة كلمة مصطلح كنتريبيوشن معناها مساهمة فانا هون في عندي مساهمة من مين؟ من الاقتصاد بشو؟ بالهيلث كير سيربسيز دائما الاقتصاد هو فيه مساهمة كبيرة فيه للهيلث كير سيربسيز شو يعني هذا الحكي؟ هلا لو انا ما عندي مصاري بالمرة هل رح يكون فيه صحة بالبلد؟ هل رح يكون فيه مستشفيات؟ هل رح يكون فيه ذكاترا؟ هل رح يكون فيه عمليات؟ موضوع هو ابسولوتلي لا الاقتصاد هو اللي بيعمل الهيلث كير سيربسيز تماما هذا الاشي لازم نكون متفقين عليه تمام؟ لانه زي ما حكي انا فيش فلوس فيش مستشفيات فيش رواتي بلدكاترا فخلص ما فيه خدمات صحية بالبلد نهائيا فعشان هيك برضه كمان إذا الاكونوميكس والاقتصاد بالبلد كان منيح معناها الهيلث كير سيربسيز رح تكون منيحة وهكذا فانا في عندي كنتريبيوشن في عندي مساهمة من الاقتصاد على النظام الصحي بالبلد تمام؟ فعشان هيك طبعا احنا اكيد مهم اننا ندرس الايكو انا اكيد مهم ندرسها من ناحية اقتصاد تمام؟ طيب كيف الكنتريبيوشن كيف الاقتصاد بيساهم بعملية اللي هو النظام الصحي اللي موجود بالبلد اول نقطة اللي هي الكوانتيفايينج اوبرتايم ذا ريسورسيز يوز ان هيلث كير سيربسي دليبري كوانتيفايينج يعني يعدد او يختار خلينا نحكي اوبرتايم خلال الوقت الموارد والفلوس اللي احنا استخدمها بالرعاية الصحية يعني اديش مثلا انا معي خلوس اديش رح احط لوزارة الصحة اديش رح احط لهاي المستشفى انها تجيب مثلا معدات وشغلات جديدة وهكذا همتوا كيف فطبعا هذا الاشي اكيد بيأثر عليها من ناحية صحية يعني هو اقتصاد بس رح يأثر على صحة الناس كل ما مثلا زاد الموارد وزاد اعطاء الموارد للخدمات الطبية كله هاد شو رح يكون كتير احسن يعني بيأثر على صحة الناس احسن تمام فالقوانتفينغ أوبرتاينغ اوبرتاينغ معناها انه انا كوانتفينغ يعني ببنأي و باختار او بعطي خلال الاوقات الرشورسيه فلوس علشان احنا لهالهالهالهالهيرسيه تعني شغلا برضو كمان بساهم فيها الاقتصاد بالشو اسمه بالهالهالهايرسيه اللي هي موضوع الإفيكاسي تمام موضوع الإفكاسي اللي هو أني أنا بدي أختار أحسن إشي بقدر أنا أشتري بأقل فلوس فأنا أحسن إشي من ناحية طبية وأقل إشي من ناحية فلوس فأنا هم بدي أعمل شو allocated شو يعني allocated يعني توزيع زي كي أنا بدي أوزع الممارد اللي عندي حسب مبدأ الإفكاسي تمام Use for healthcare purpose يعني أنا للهيلث كير بيربوس بيربوس معناها أهداف فأنا عشان زي ما تحكوا أحقق أهداف الهيلث كير الرعاية الطبية بدي أشتغل عمبدأ الإفكاسي تمام وأعمل كلمة allocated معناها يوزع فأنا بدي أشتري أرخص شغلات بأحسن الجودة ممكن تكون يعني موجودة بزي هاي كسعر وكمان أنا أوزع هاي الموارد allocated resources are allocated يعني أنه الفلوس بتوزع حسب موضوع الإفكاسي تمام أوكي طالت نقطة اللي هي determination of the consequence ماشي of choice in term of prevention curative and rehabilitation health care services on individual and society يعني أنه أنا مثلا كدولة بحكي أنا بدي مثلا لموضوع مثلا خلني أحكي rehabilitation اللي هو موضوع أنه أنا علاج طبيعي ووظيفي مثلا أنا بدي أحط ميزانية ألف دينار مثلا هاي السنة ماشي ولموضوع الكوريتف أنه أنا أعالج الناس من المستشفيات لا والله بدي أحط مثلا مليون ولموضوع الـ preventive اللي هو الوقاية من الأمراض خلني نحكي رح نعمل إشي توعوي رح نعمل مطعيم مثلا نخليها تكلفني 100 دينار طبعا هاي أرقام فرضية أكيد ثمان فإحنا ممكن نصير نوزع الفلوس زي هيك أنه أنا الكوريتف اللي هو علاج الناس رح أحط له مثلا مبلغ هالأد الريهابيتف اللي هو علاج طبيعي ووظيفي وأن الناس يرجعون صحتهم بعد ما صار معهم حادث أو إشي رح مثلا نحط له هالأد ميزانية اللي هو موضوع المطعيم ومطعيم برضو هذا بكون إله ميزانية فهذا كمان كله يتم تحديده عن طريق الميزانية اللي أنا معاي اوكي تمام فهاي برضو هي أمثلة عن مساهمة الإيكونوميكس بالهيلث كير سيربسيس وأربعة هي أسست تشويس أو فيوتور ديولوبمنت يعني أنا ممكن يصير في عندي تطور بالبلد من ناحية هذا الإصص لو أنا درستها من ناحية إيكو صح وجبت معدات كتير متطورة على البلد وجبت مثلا أحدث الأجهزة الطبية بالبلد وطورت المستشفيات اللي عندي ودرستها إيكو صح جبت مثلا بأرخص سعر أحسن إشي موجود مثلا من هاي الأجهزة هذا الإشي بكون زي كأنه رح يعمل تطور بالبلد لقدام وبرضو كمان هاي فائد كتير منيحة لإيكو بالطب تعمم خلينا نكمل عن هذا الموضوع اللي هو بحكولنا إنه الإكوناميك اللي هو الاقتصاد تتعلق بـ أو الوصيتي تختار يعني أو توزع 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 تس ريسورسز أمونج ألترنتاب يوزز هلا ألترنتاب معناها خيارات فأنا زي كأنه السوسيتي زي كأنه المجتمع عنده عدة خيارات عنده أكتر من مثلا مستشفى لازم يدعمها عنده أكتر من جهاز لسه بدو يشتري عنده لسه أبصر أكب من دكتور لازم يتفعلهم رواتبهم فإحنا اللوكيتي يعني سيكي إني بوزع المصادر لفلوسي اللي معي على الخيارات المتعددة اللي أنا لازم أدفع لها فهمتوا كيف؟ أوكي هلا موضوع السكارسيتي اللي إحنا أخذنا عنه بالهيكل هي شحة الموارد هي من أهم أسباب نشوء علم الإيكوناميكس لو أنا عندي كمية لا محدودة من المال كان أنا ما بضطر أدرس إيكو بس الفكرة أنه أنا في عندي شح دائما بالأموال دائما في عندي كمية محدودة من المال بدي أستخدمها بأحسن طريقة تمام فالسكارسيتي اللي هي شح الموارد وقلتهم هو أهم مشكلة بالاقتصاد أنا لازم دائما بكون أحاول أني أخلص منها لأن الناس في عندي أنا تقريبا زي ما تحكوا الحاجيات للناس بتكون غير محدودة لكن الناس في عندي كمية محدودة مع العلم إن شو؟ الناس الفلوس محدودة ورغبات والناس وطلباتهم بتكون غير محدودة فأنا هيك بكون في عندي سكارسيتي والسكارسيتي هي اللي بتخليني أدرس إيكو تمام؟ بحكولنا بسبب سكارسيتي بسبب شح الموارد كتير يعني كتير قرارات اقتصادية يجب أن يتم إتخاذ هذه القرارات لكي نوزع الفلوس فموضوع توزيع الفلوس بين الموارد يعني توزيع الفلوس بين الاستخدامات المختلفة إلها هذا شو سببه؟ موضوع السكارسيتي إنه أنا في عندي شح بالموارد قلة فيها فأنا بيصير لازم يعني زيما تحكو وزيعها بطريقة صح نفس المعلومات عم بين عند نزيد فيها هلأ تحكونا إنه سكارسيتي of these resources provide the foundation of economic theory حقانا وعدنا وزدنا المعلوم اليوم ماري إن السكارسيتي شح الموارد هي foundation هي الأساس of economic theory هي أساس الإيكو أساس الاقتصاد هو موضوع السكارسيتي إنه أنا في عندي limited resources and unlimited wants and form this starting point هذا الإشي هو اللي بيعطيني starting point يعني النقطة اللي أنا ببلش منها تمام إنه أنا في عندي شح بالموارد وبدأ استخدمهم بأحسن طريقة هلأ أنا عشان أحل هذه المشكلة وأفكر طريقة صح لازم أنا أسأل حالي ثلاث شغلات يعني كل القرار بدي أتخذه لازم قبل ما أتخذه القرار أسأل حالي ثلاث شغلات يعني لو مثلا أنا بدي أشتري هيدا الجهاز أو هذا الجهاز هذا الدواء أو هذا الدواء أو هذا الدكتور أو هذا الدكتور أول إشي أنا بدي أعرف إنه شو هي الشغلات اللي أنا لازم أشتريها بعد عندي أعرف كيف ممكن أستخدم هاي الموارد بأحسن طريقة ومين رح يستفيد من هاي الموارد يعني مثلا لو أنا بدي أجيب الدواء ماشي أو هلنحكي المثال اللي حكيناه بالمحاضرة الأولى لو بدي مثلا أبني مستشفى ماشي وفي عندي خيارين أبني مستشفى عام أو أبني دي مستشفى بس مثلا لجماعة أمراض خير نحكي المعدة ماشي طيب هلا هون بهاي الحالة مين أكتر إشي لو نسأل حالنا هون بدي أنا أتخذ قرار لازم أسأل حالي تلتس إلي أوه الأشي رح أسأل حالي شو هي الموارد اللي لازمええشتريها بفكر هون بالعام شو رح أشتري وبفكر اول الأمراض أنا شو رح أشتري وكل واحد قديش بيكلفني تمام أوكي هلا بعدين إلي لازم افكر كيف ممكن أستخدم أنا هاي الموارد كيف رح أستخدم المستشفى العام وكيف رح أستخدم الأمراض المعدية طيب، انا لما أستخدم مستشفى الأمراض لكل الناس مثل مستشفى عام ماشي قديش كمية الناس هاي السؤال الثالث مين رح يكون مستفيد من الموارد هون رح تكيل المستشفى العام تقريبا كل الناس بس يمرضوا رح يروحوا على المستشفى العام بس إذا مستشفى بس لأمراض المادة رح يكون إشي محدود الاستخدام والاستفادة رح تكون محدودة صح؟ فأنا هون بكون زيكي إني أفكر عن طريق إني بطرح لعال حالي هدول الثلاث أسباب ماشي ومن خلال الإجابة على هدول الثلاث أسباب أنا لحالي رح أعرف مين أهم طبعا هون زي هاي الحالة مين أهم؟ أكيد إني أنا أبني مستشفى عام كبير لكل الناس أهم من إني أنا أبني مثلا مستشفى أمراض المادة هلا مش غلط أبني أمراض المادة بس لو معي فلوس بس أنا مثلا لو معاي مبلغ معين ولازم ياهاي ياهاي أكيد رح أبني أنا اللي بيعمل فائدة أكتر اللي هو المستشفى العام أكيد تمام؟ فزي هيكي إحنا بنكون نفكر إنه بنسأل حال له هدول الثلاث أسئلة وهدول الثلاث أسئلة زي كأنهم رح يغششوني أنا شو لازم أختار تمام؟ فشو هم هدول الثلاث أسئلة اللي هو What good and services shall we produce شو هم ال goods اللي هم إلا شو اسمهم يعني زي ما تحكوا البضائع اللي أنا لازم أشتريها وال services اللي هم الخدمات اللي أنا رح شو أصير أقدمها للناس ماشي حد أول سؤال أنا لازم أسأله لحالي لما أجي أتخذ يعني أجي أقرر شي تمام؟ ثاني سؤال أنا لازم أسأله لحالي بموضوع الاقتصاد الطبي هو How shall we produce them؟ كيف إحنا رح نستخدم هاي الموارد تمام؟ وتالث سؤال هو Who shall receive them؟ مين رح يستفيد من الخدمات اللي أنا رح أقدمها هل هي فيها كبيرة صغيرة ولا شو؟ تمام؟ فأنا رح ما أسأل حالي هدول الثلاث أسئلة زي ما هلا أوريتكم عمثال المستشفى أن هكذا كأني عم بكون بجاوب على حالي أنه أحسن هذا الأشي ولا هذا الأشي تمام؟ أوكي هلا أهوان أنا بعد ما أسأل حالي هدول الثلاث أسباب الثلاث أسألة سوري لازم بعديها أرجع لموضوع شو الإفيكاسي شو هو موضوع الإفيكاسي أني أنا أختار أحسن إشي أحسن إشي بفيد أكتر كمية من الناس أحسن إشي يعني بأقل سعر ممكن هاد هو تعريف الإفيكاسي طبعا إحنا سرنا عادين وزيدين ألف مرة إصحكم يجريكم الإفيكاسي بالإمتحان ما تجاوبوا تمام؟ فبعد ما أنا أسأل حالي هدول الثلاث أسئلة لازم شو أرجع بالموضوع الإفيكاسي شو هو الإفيكاسي؟ بأقل سعر بأقل سعر أشتري أحسن إشي وهنا بنرجع مرة ثانية للفرق بين الإفيكاسي الإفيكاسي هو ماكسيما إحسن إشي بأقل سعر أما الإفيكتفنس حكيناها بالمحاضرة الأولى وعدناها بالتانية وهي بنايتها بالتالتة معناها أن يكون في تأثير للبروغرام اللي أنا عم بعمله تمام؟ فما تخير بضل بين الإفيكاسي والإفيكتفنس هلأ من هون انطلقت الدكتورة عندنا لموضوع تاني اسمه الإيكوتي معلش هي هاي النقطة رقم خمسة شوي طويلة بس عادي يعني تمام؟ رح نحكي هون شوي عن موضوع الإيكوتي اللي هو موضوع العدالة لش جابت سيرة الدكتورة هون؟ لأنه إحنا هون عم نحكي شو عن أنه الاقتصاد بأثر على الصحة طب هذا الإشي لازم زي ما تحكوا برضو بنفس الوقت إنه لازم يأثر على الدولة ككل بنفس الطريقة مش لازم إنه إحنا مثلا بمناطق معينة نوفر كوزارة صحة أحسن خدمات طبية وبمناطق تانية موجودة مثلا بنفس الدولة يكون الخدمات السيئة جدا أو هيك صح؟ فعلشان هيك إحنا لازم ندرس برضو كمان ونحط ببالنا موضوع الإيكوتي اللي هو موضوع العدالة والمساواة بين كل الناس بين كل الأجناس بين كل التفكير الناس بين كل الأوضاع الاقتصادية للناس لازم نجد كل هوا يتلقوا أتليست يعني إنه يتلقوا الرعاية الصحية صح؟ يعني هذا أقل إشي مفروض إنه الناس تتلقى اللي هو إنهم يتعالجوا بس يمرضوا فمن هون رح نحكي عن موضوع الإيكوتي طبعا هاد لس رح نحكي عنه كتير لقدام أتوقع رح تحكي عنه بالإيكوتي أكتر من الإيكو إنه لازم لكل الناس كلهم يتلقوا رعاية يعني صحية ويكونوا بنفس الأسلوب يعني مش أنت تتلقى رعاية صحية أوكي بس يكون مثلا بمكان كتير سيء أو بجودة كتير سيء أو هيك أو غيرك لا والله يحصل على إيش كتير أحسن مثلا أو هيك تمام فالإيكوتي إز فير شو يعني فير يعني عدالة إيكوتي إز فير فير يعني عدالة هي إز فير ديستريبيوشن يعني هي توزيع عادل أوف ريسورسز للأموال وإذ أقول تو إليمينيت هيلث كير ديسبارتيز هلا شو يعني هاي كلمة ديسبارتيز معناها اللي هو الاختلافات خنحكي أو التمايز بين الناس ماشي يعني أنا القول تاعي هدفي تو إليمينيت إنه أقضي على الديسبارتيز اللي هي موضوع التمييز بين الناس موضوع غير العدالة يعني إنه ما يكون في عدالة تمام فهي الفير ديستريبيوشن التوزيع العادل للريسورسز اللي هي الأموال والمصادر اللي معاي وإذ أقول شو هو الهدف تو إليمينيت إنه نقضي على الديسبارتيز اللي هي شو اللي هي موضوع خلينا نحكي المغاوز أو موضوع العدم العدالة تمام أنا بدي إليمينيت أقضي على الديسبارتيز اللي هي الفروقات اللي موجودة بين الناس The difference اللي اختلاف بالHealth status and outcome due to characteristics such as race ما لازم هو هون اللي بحكو لنا إياه إنه الHealth status وضعك أنت كإنسان والرعاية الصحية اللي أنت تطلقوها ما لازم تختلف حسب الرئيس اللي هو العرق أو الأصل تاعك الethnicity اللي هو زي ما تحكوا برضو كمان على نمط الرئيس اللي هو العرق أو الأصل تاعك الجندر اللي هو الجنس تاعك إنه أنت مثلا نذكر أو أنت أنثى برضو كمان disability إنه مثلا واحد عنده بعض الإعاقات المعينة ما بيمشي ما بيشوف برضو كمان geographic area إنه أنت وين عايش كل هاي الشغلات ما لازم تفرق معنى كطباء ولا لازم تفرق مع أي حدا يعني يعالج إنسان أو هيك تمام كلياتهم خير وبركة كلياتهم بشر ومناح وبستاهلوا إنهم هم على قليلة كلياتهم لازم يتعالجوا طريقة كتير منيحة زي بعض يعني مش إنت مثلا بالمستشفى تشوف واحد مرتب ومهندم ومبين عليه كتير مثلا معه فلوس وتشوفوا واحد تاني لا والله مثلا ما بيشوفوا فقير وحالة حالة تعامل واحد أحساب من حدا لا عاملهم كلهم بحترم عن جد وهذا الإشي بصراحة كتير يعني عن جد بنشوفه بالمستشفيات إنه بيعاملوا ناس غير عن ناس بس مثلا من أسلوب الحكي أو من الوضع الاقتصادي اللي بيكون بيّن عليهم فأنا عن جد من الناس اللي بحترم الكل يعني فقير غني ضعيف قوي عن جد بالعكس يعني فأنتو كيف فأنتو كمان خليكم زي هيك وما يغيركم الوقت أو كذا يعني تصيروا سنة ثانية والثالثة ورابعة وتتغيروا خليكم دائما عن جد عاملوا الكل بنفس الأسلوب صدقا بالأخير ما بتعرفوا مين بيطلع أحسن يعني ممكن لحد الفقير هو يعني اللي يفيدك مثلا بموضوع معين أو كذا فأني زي هيك موضوع يعني حتى مش بس بعلاج المرضى يعني بكل إشي دائما أنتو ما تعاملوا الناس حسب وضعهم الاقتصادي أو كذا لأنه عن جد كل الناس خير وبركة كل الناس عن جد خير وبركة فكلهم بدهم يعني إنه يكون في عندي إيكوتي إيكوتي يعني عدالة ومساواة كل الناس ننعالجهم صح بغض النظر عن الرئيس الإثنسيتي الجندر الدسابلتي والجيوغرافيك إيري أوكي آه طبع هلأ هنا بيحكو لنا إنه الإيكوتي تعريفها اللي هي العدالة is the absence of avoidable unfair difference among group of people هي absence يعني غياب ال difference اللي هو خليه نحكي الاختلاف بالتعامل ماشي among group of population يعني أنا ما بدي هذا ال difference ما بدي هذا الاختلاف بالتعامل للناس بدي توحيد كل الناس أنا أوحد طريقة تعامل معهم سواء غني فقير جاي من المنطقة الفلانية والذي من المنطقة الثانية كلهم بدي أعملهم بنفس السلوب ولازم يكون في عندي absence غياب لهذا ال difference اللي هو الاختلاف بالتعامل أوكي تمام هلأ بس هون بيحكو لنا إنه هذا ال difference عشان تفهموا الجملة كاملة هذا ال difference من صفاته إنه هو avoidable يعني يمكن تجنبه و unfair يعني غير عادل تمام فتعريف ال equity هو absence غياب difference اللي هو الاختلاف بالتعامل بين الناس وصفات هذا ال difference هو إنه هو avoidable وبرضه كمان unfair يعني هو غير عادل أوكي تمام هلأ برضه كمان بيحكو لنا إنه health equity اللي هي العدالة الطبية أو العدالة الصحية أو equity in health إنه برضه كمان نفس المعنى هذا المصطلح اللي هو equity in health أو health equity اللي هي العدالة بتلقي الرعاية الصحية شو معناه؟ بحكو لنا إنه هو implies that everyone بحكي لك إنه كل حدا should have a fair opportunity هو لازم كل حدا يعني يكون فيه fair عدالة opportunity for يعني اللي يكون فيه عنده فرصة عادلة to attain their full health potential إنه هو يكون عنده صحته كاملة full health لازم كل واحد يسع إنه يكون ويكون إلو حق بتلقي أو إنه يحاول إنه دائما يكون فيه عنده full health صحة كاملة and that no one should be disadvantaged from the achieving this potential ما لازم حدا يكون disadvantaged يكون متضرر أو يكون محروم أو مظلوم من إنه هو ياخد هاي potential هاي القوة إنه يكون عنده full health فكل الناس كل الناس لازم يسعوا وكل الناس لازم يعني يكون عندهم فرصة إنهم ياخدوا هاي full health اللي هي الصحة التامة أوكي وما لازم يكون فيه عنده disadvantaged disadvantaged people شو يعني disadvantaged people هدولا الناس المضطهدين أو الناس المظلومين بحياتهم زي خطيرنا فئات طبعا النساء بس أكيد مش كلهم يعني بس بعض النساء ممكن تكون مثلا الناس أو عائلتها ما بتخليها تتعالج أو هم عم بتضروها بتضرو صحتها نفس الشي كبار السن ممكن هو كبير ما أحد بدير باله عليه مريض وأهله مارض يعالجوه حالة بحالة برضو كمان أصحاب الإعاقة في منهم أهلهم مثلا ما بحبوهم وما بحبو وجودهم بحياتهم ما بحبو يعالجوهم مبعطهم أدويتهم وهكذا هدول الناس احنا من نحيانهم disadvantaged فهونا بس احنا أنا لنا الفكرة بموضوع health equity وموضوع equity in health إنو أنا هدولة disadvantaged ما بدي إيهم مش إني ما بدي إيهم تتخلص منهم لا يعني لازم هم يبطل disadvantaged لازم هم يكون في عندهم full health لازم يتعالجوا لازم الناس يهتم فيهم لازم الدولة كدولة برضو تهتم فيهم سواء كانوا نساء كبار السن أصحاب إعاقة برضو ممكن يكونوا هم أطفال مثلا وممكن يكونوا شباب برضو عادي يعني بسهم disadvantaged متضخدين مثلا بالبيئة اللي هم فيها وما عم بيقدروا ياخدوا رعاية صحية اللي هم عن جد بحاجتها تمام فهذا هو مصطلح يعني health equity تماشي أوكي طب شو معنى health inequity العكس إذا health equity عدالة health inequity معناها خلينا نحكي عدم المساواة تلقي الرعاية صحية وطبعا هذا إحنا ما بدينا بنحبه إحنا بنحب من الhealth equity أوكي تمام ومن أهم الأمثلة على الhealth equity الدكتور عمان حكيته بالمهاضرة هو مبادرة اسمها مبادرة covax شو هاي مبادرة covax هلا بحكي لك إنه لما إحنا كان في عنا كورونا صح عادت سن ونصف قريبا الحياة كانت بعدها طلعوا المطعم هلا المطعم كل developed countries اللي هيد دول المتطورة أخذت المطعم direct بس developing countries اللي هي الدول الفقيرة ما كانت قادرة تأخذ المطعم فراحوا الدول الغنية اللي هم developed countries أعطوا فلوس وأعطوا مطعيم لدول الفقيرة اللي هم developing countries عشان كلهم يأخذوا المطعم تمام فإنت حتى لو كنت بدولة فقيرة هون دول غنية ساعدت الدول الفقيرة ووصلوا المطعم لكل العالم وهالي المبادرة ما كانت بعيدة كانت قبل سنة أو زي هيك إشي أيام الكورونا وكان اسمها مبادرت كوفاكس إنه كل الدول الغنية developed countries ساعدت developing countries بالحصول على المطعم فهذا المثال على موضوع شو الإيكوتي إنه مش أنت دولة فقيرة ودولة غنية هذا بأخذ المطعم وهذا لا لا وقتها كل الناس شو أخذت المطعم أكيد فشوي طوالنا هون بهذا الموضوع بس المهم إنه خلصنا كيف إنه عن جد الاقتصاد بيأثر فيه التأثير بالهيلث كير سيرفيسيز تمام ناقشنا الموضوع من أكثر من ناحية تمام هلأ هون ضايل عندنا واحد اثنين ثلاث ضايل عندنا ثلاث فوائد للاقتصاد السادسة إنه من فوائد دراسة الاقتصاد بالطب إنه أنا في عندي escalating increasing health care cost كيست معناها سعر فهون بيحكي لنا إنه أنا خلال السنوات القليل الماضية صار في عندي زيادة ملحوظة بسعر الأجهز الطبية وبسعر تكاليف الطبية بشكل عام تمام فهذا الإشي برضو شجعني إنه أنا أدرس إيكو وطب مع بعض فهمتوا كيف طبعا هاي النقطة رح نحكي عنها تقريبا محاضرة كاملة لقدام فعشان هيك الدكتورة ما شرحتها بالمرة إذا بس قرأتها واتيها فإنتوا هاي المحاضرة هاي هذه الفكرة رح تنشرح بالمحاضرة القادمة بس إنتوا حاليا فقط شرحت أحفظوها هاي و رح تفهموها وبتنسى الأجهزاء المحاضرة القادمة إن شاء الله تمام هلا بالنسبة لسابع فإذا من فوائد دراسة الإيكو بالطب هيا إنه أنا شو في عندي شو أاي شو يعني زي هاد الحكيم رح أحكي معكم شو يخلي خليه تمشارف بعدين بنقرأ هلا زي الأردن مطلعا شو نظام الليعاية الصحية بالأردن لو أسألك انت الليعاية الصحية بالأردن بتحكي لك انه انت في عندك مستشفيات حكومية ممكن تتعالج فيها في عندك مراكز صحية وطبعا موضوع التأمين كتير بيفيدك موضوع التأمين ممكن يكون فيه انت عندك تأمين للمستشفيات الحكومية وهذا هو الكتير شائع اللي هو public insurance وفي عندك برضو كمان private insurance اللي هو التأمين الخاص اللي هو تأمين على مستشفيات خاصة طبعا هاد بكون اذا انت اشتغلت بشركات معينة بتعطيك تأمينات خاصة مع مستشفيات خاصة معينة هذا هو تقريبا خليحكي النظام الرعاية الصحية بالاردن انه مثلا كما ان الاطفال تحت سن السبع سنين بتعالج مجانا روح على البشير رح تتلقى برضو كمان شغلات مجانا وهكذا فهمتو كيف روح على المستشفيات خاصة المضوع كتير رح يكون مكلف بالنسبة اليك وهكذا روح مثلا على عيادات خاصة بتكون تدفع انت لحالك كل اشي وهكذا تمام طيب انا لو بدي اروح بريطانيا كيف نظام الرعاية الصحية ببريطانيا ببريطانيا بيحكي لك انه كل اشي انا بتجهلا شو ما بدك امرض انت بس امها لك تمام انا بنعالجك فه هذا بالنسبة لبريطانيا طب لو بدي امسك حالي بقى اروح امريكا لا امريكا غالية كتير 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 بس شو فكرتهم حتى يعني كل اشي بس الفكرة هناك شو انه في انت عندك تأمين صحي طالما انه انت كمواطن عندك تأمين صحي معناها الغالي جدا 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 هذا رح يبطل غالي جدا جدا لانه انت معك تأمين التأمين طبعا بيغطي لك 70-70 زي هيك بالمية من مصاريفك فمش مجاني زي بريطانيا بريطانيا كله مجاني امريكا لا بتعط بتعطيك ايا مش مجاني بالعائلة يعني بتعطيك ايا غالي كتير بس بعدين تعمل لك الخاصة عن طريق تأمين الصحي كل دولة بالدنيا لها نظام صحي خاص فيها تمام عشان انت تقدر تفهم النظام الصحي اللي موجود بكل دولة هذا الاشي بستلزم منك انك انت تدرس ايكوناميكس تمام فبيحكولنا انه دول المختلفة الموجودة بالعالم يعني تطبق دولة تطبق انظمة صحية مختلفة كل دولة بتفرق عن تانية من ناحية تقديم الرعاية الصحية زي ما مكتوب بالاحمر كل بلد يختلف فيه توفيره الخدمات الصحية مثلا بالأردن انه عندنا نظام تأمين الصحي في دول ما بتوفر هذا النظام فهما معرضين لخطر اكبر لا الاخطار واللوفيات يعني لو في دولة مثلا العلاج فيها كتير غالي وما عندهم بالمرة مثلا تأمين صحي ولا اي اشي فهون لو مثلا واحد تعرض لحادث وكان رح يموته ما معه فلوس خلص رح يموت بس مثلا لو انه هاد بريطانيا كان على جو دارد صح؟ فحسب الدولة اللي انت فيها وحسب الاقتصاد اللي بيمشي هناك ونظام الرعاية الصحية اللي موجود هناك هاد الاشي ممكن يموتك او ممكن يعيشك او ممكن يعالجك ببلاش وهكذا اوكي فهيك هون تأثير الاقتصاد ونظام الاقتصاد بالدولة على شو على صحة الافراد وعلى يعني الطب كله بشكل عام تمام حلا بيحكولنا انه which health care system is best انه احسن نظام صحي خلي اللي موجود بالأردن ولا البريطانيا ولا امريكا ولا الهند ولا الصين ولا شو بيحكيلك انه كل دولة بالنسبة لها give your justification كل دولة بتعطيك تبرير تعطيك توضيح ليش انا اخترت هالاشي يعني كله الايجابيات وسلبيات وكل دولة بتختار اشي لها اسبابها الخاصة اللي اختارت هذا النظام الصحي اللي موجود انتها تمام اوكي هلا تاما شو اسمه فائدة من فوائد دراسة الايكولوميكس هي انه لترتيب الاولويات موضوع البرويارتيز شو يعني كلمة بريارتيز معناها اولويات فانا لو مثلا حدا دارس اقتصاد منيح معناها انا حدا بعرف ارتب اولوياتي منيح صح؟ يعني لو انت مثلا عندك خمس ايام قبل الامتحان وانت مش فاتح المادة فمنك ذكي تعرف كيف تجيب العلامة على علامة بخمس ايام بس عفكرة فيه ناس بتقعد من بداية الفصل تدرس وبتروح الامتحان بالطبل وهذا الاشي رح تشوفوه يعني مش كل حدا عن جد بدرس من بداية الفصل رح يجيب مثلا في المالك ممكن الناس ما بتعرف ترتب اولوياتها يعني من اهم الاولويات بصراحة بالطب اللي انا تعلمتها انه انه انت راجع اهم من انك تختم يعني النوعية الدراسة احسن من كمية الدراسة ممكن انت مثلا تروح على الامتحان عندك 12 محاضرة تخلص 9 زي اسمك تروح مثلا تجيب علامة بتجنن ممكن الناس تانية تخلص ال 12 بس مثلا ما تخلصهم منيح تروح وترسب عادي او تروح تجيب على الحفة لان هي مش متمكنة من دراستها فهذا كله بكون زي ترتيب اولويات الناس اللي بتعرف ترتيب اولوياتها صح تلاقيها عن جد يعني بكل مكان بالشغل بالاقتصاد بالدراسة بالبيت بالمشاكل كله بتعرف بلد صح تمشي صح فانتو مش بس بالاقتصاد ولا بصر شو لا انتو بحياتكم بالدراسة بصوحبتك بطلعاتك تنظيم وقتك دائما نحط اولويات يعني لو حدا كانت طلع نطلع وانت عندك دراسة اولويتك شو مفروض دراسة وطلع لو عندك زي هيك فمتو كيف يعني اللي بيعرف عن جد يختار بمصلحته صح ويرتب اولويات صح دائما تحسوا امورة هالكة نفس الشي بالاقتصاد والطب في عندي انا اولويات صح يعني مثلا هو انا اولويات مريض قدي اعمله عمرية كتير بتكلف ولا اعطيه دوا مثلا بعطيه نفسي النتيجة بس بفلوس اقل تي هيك هاد هاد بيكون شو سي منضوع اولويات شمتو كيف او مثلا واحد عنده سرطان وعنده مثلا خلنحكي اذا اعطيه دوا رحي اثر مثلا شوية على هضم الاكل عنده او رحيقل شهيته هون انو الاولوية اهدم بشهية الانسان ولا اعالج السرطان اللي عنده اكيد اني انا اعالج السرطان اللي عنده فانا في عندي هون اولويات بالطب وبنفس الشغلة بالاقتصاد في عندي انا اولويات فبحكول هون what are the priorities شو هم الاولويات of each country in providing health care services ماشي هون في انتي اولويات باتخاذ القرارات بالرعاية الصحية طبعا في هون عندي مثال وكيد طبعا في كمية امثلة لا متناهية نشوف المثال اللي الدكتورة كتبالنا يعني بتحكيلنا انه مثلا عندنا الاولوية كدولة نامية هم الاطفال والنساء ايوه هلا قدام رح تاخدوا الدولة النامية والدولة المتقدمة والدولة بصر شو هلا كدولة نامية احنا بالاردن عنا نسبة اطفال كتير كبيرة صح؟ ليه لانو احنا بتظل نخلف مش زي الصين الصين ما تسمح لهم ولد واحد وحتى مثلا امريكا وبصر شو تلاقيهم بخلفوا واحد او اثنين بس بالاردن بتخلف و بتلاقي كل واحد بتزوج بخلف سبعة فعشان هيك احنا فيه هنا كتير اطفال ونفس الشي النساء عنا مثلا بتظلها تحمل وتخلف وستشوف بتلايها مثلا بتتعم بتمرض عندها كتير مثلا بدها رعاية كتير صحية كحامل او هيكا ونفس الشي انا بحيث انه عن جد احنا النساء كتير موجودين اكتر من الشباب يعني مثلا انت لو تشوفوا دفعتكم عندوكم بينا تعدوكم شاب رح تحسوا مثلا ان البنات ضعفين الشباب حتى دفعتي يعني انا كتير مش عارش فلاش اكتار بس انه فيه كمية نساء مثلا اكتر من السلام موجودة بالمجتمع فانا عشان هيك بدي مثلا اهتم بالاطفال بالنساء واوفر لهم عيادات اكتر مثلا من الاسلام لانه هم كتير موجودين بالمجتمع وامراضهم اكيد رح تصير كتير تمام فهون عنا اولوية رح تكون بالدولة لهم مش لانه بتنغاوز معهم لا لانه هم اساسا موجودين اكتر وممكن يتعرضوا للاخطار اكتر تمام فبحكولوا لانه نسبتهم عالية وبرضه أكتر عرضة للاخطار بينما بالدول المتقدمة زي مح Cat�� الصين امريكا بسرشو هناك هناك نسبة كبار السن عندهم اكتر بكتير من نسبة الاطفال ماشي فبكون التركيز اكتر عندهم عالمين على كبار السن لانه الأطفال هما يدب عندهم الاطفال بس كبار السن عندهم كتير كبار سن وبعيش وبعمرو مش زي عنا نو ممكن الناس تبادروا اكتر لانه الرعاية الصحية بتكون مثلا اقل هناك فكل دولة حسب كيف الناس عندها العمار الموجودة عندها وهاكذا بتلاووا انهم بيهتموا بصحة افراد معينين اكتر من الناس معينين حسب نسبتهم بالمجتمع يعني اكتر اطفال ولا اكتر كبار سن وهكذا تمام هلا هون بحكولنا تعريف البرويريتي تعريف الاولاوية بحكيلك ان الاولاوية هي عبارة عن رانكينج شو يعني كلمة رانكينج معناها تصنيف وترتيب ماشي رانكينج اوف شو رانكينج اوف بروبلمز المشاكل نياتس اللي هما الاحتياجات و اللي هما الحلول ممكن انا قوم بديشوف اولوية لحلول مثلا عندي لمشكلة معينة او الاحتياجات مثلا انا بحتاجها بدي ارتب اولويات فيها او لبربلمز مثلا عندي اكثر من مشكلة بحياتي بدي اعرف ان هو واحد يبلش فيها وهكذا تمام فانا بيكون بدي اعمل رانكينج ترتيب وتصنيف سواء لمشاكل بروبلمز احتياجات مثلا نيتس او سوليوشنز مثلا عم بفكر انا بحل لمشكلة معينة فبدي اردت مثلا ان هو اهم هذا الحل والهذا الحل ان هو حسن هذا والهذا تمام تمام هلا ليش انا بعمل هذا الاشي بحكولنا in order of preference ماشي على اساس ال preference اللي هو التفضيل انو انا اكتر بفضل هلا اعمل ماشي انو انا اكتر بفضل ارتب اولوياتي هذا قبل ولا هذا قبل ماشي هلا حسب شو based on view derived from data حسب data حسب معلومات انا اساس الموجودة عندي وحسب intelligent judgment حسب تحليل منطقي وذكي بعدها انا اختار الاولويات تمام وقتها الدكتوري حكيت مثال كتيرا امثلة كتيرا كانت على الدراسة كانت تحكي انه انا كظالب طب ساني اولى عندي الوقت المحدود بشوف شو اصعب مادة واصعب لدروس وبعمل جدول بناء انا على هذا الحكي تمام فانا هيك بكون شو اعمل برويارتي بكون رتب اولوياتي طيب شو العوامل اللي الاربعة اللي باثروا علي باتخاذ القرار مثلا تحديدا كمشكلة طبية ماشي انا كمستشفى مثلا بدي اعمل اقسام بالمستشفى تاعتي حسب شو بقرر حسب اربع شغلات اول شي انتشار المشكلة يعني انا لو مثلا عندي مشكلة كتير من انتشار بالبلد صح معناها انا رح اعطيها اولوية بالمستشفيات تاعتي وهان الدكتورة حكت مثال زي موضوع كورونا اول منتشار كورونا كان البريفيلانس تاعته نسبيته على المجتمع كانت كتير كبيرة البريفيلانس كانت كتير كبيرة فروحنا بعرض ان حنا بالاردن شو عملنا ووت Cubeباننا سكرواリ المستشفيات وسكروا الاقسام كاملة وكركوا المستشفى لكورونا زي مين زي حمزة من المستشفيات اللي ماهوا وباقت كورونا بطل فيها طوارق ا expenditures وصارت بس لمن بس لجماعة الكورونا يروحوا على الحمزة يتعالجوا هناك تمام فهون احنا اكتبنا اولوياتنا طبعا انا الطوارئ مهمة كتير بالبلد وحمزة يعني تعتبر اهم مستشفى اساسا في عمان بس مع هيك اسكروا الطوارئ تاعتها تخيلوا وبس خلوها لا كورونا ليه ترتب الويات احنا هلا بجائحة الكورونا اهم مثلا من باقي الطوارئ وهكذا تمام فالبريفيلانس of the problem الاكستينت ماشي امتدادها قداش هي منتشرة زي موضوع كورونا زي ما انا احكيت لكم وقتها احنا ارتبنا اولوياتنا انه كورونا والجائحة اللي انا فيها اهم مثلا من قسم الطوارئ الموجود بحمزة فلغينا طوارئ حمزة وحطينا كورونا وهكذا فهمتوا كيف فهذا هو اول اشي بحطه انا بعين الاعتبار لما اختار اولوياتي تاني اشي اللي هو خطورة المشكلة كل ما كانت المشكلة خطيرة اكتر من احقا لازم احلها اسرع لازم اهتم فيها اكتر صح وثلاثة اللي هي لازم يكون فيه امكانية لاجهارة الحلول مثلا لو انا عندي مرض والله اساسا اساسا ما الى دواء طب انا عمل له قسم قدي الدنيا ليش بس عشان اشخص المرضى لا معناها انا بدي ادور مثلا على مرض لا والله كثير مثلا اله علاج وعلاج ومتاح وناس كثير مثلا مصابة فيه فهنا انا بحطه لأولوية فهمتوا كيف وبرضو كمان الناس قديش مهتمة فيه يعني نفترض مثلا الناس مش مهتمة تعالج حالها مثلا من شغلة معينة او بتحياك عادي او كذا او مثلا لأعمل قسم للتوعية والناس مش مهتمة واعي حالها لأعمل قسم التقليل التدخين والناس اساسا بدهم بش يبطلوا دخان هذا الاشي مثلا ما بيخليني احط قبلوية بصراحة لهذا الاشي لان الناس اساسا مش مهتمة فهذا الاربع شغلات هم شغلات انا بحطهم بعين للاعتبار لما اجي اتخاذ قرار بالش اسمه بالاقتصاد الصحي يعني من ناحية بدرسه اقتصاد ومن ناحية بدرسه طيب وشغلات صحيه اوكي هلا شو هم بحكونا بحكونا انه البروبرتايزيشن معناها ترتيب الاولويات متى بصير انا ارتب اولوياتي لما يكون الريسورسز شو يعني هاد الحكيه مثلا لو انا عندي امتحان او هلا انا مداومة ومضغوطة وتعبانة وحاتي حالة بس بدي الوقت اللي معي كتير محدود يعني ما معي وقت بس مثلا وراي الف شغلة بدي ادروسها وراي الف شغلة بدي اعملها وراي مشوير هلا انا هون وقتي محدود ما رح اعملهم كلهم صح؟ صح اكيد فانا بدي ارتب اولوياتي مين اهم واحد اعمله مين ثاني اهم واحد اعمله مين ثالث اهم واحد اعمله ليش انا ارتبتهم؟ هلا لو انا معي وقت كافي لهم كلهم كان قمت فيهم كلهم بس هون الفكرة انه الريسورسز الوقت مثلا انا الريسورسز هون عندي المصادر هي عبارة عن وقت او نتق دكوت ما بكفي فانا صرت ارتب الاولويات تعتي صح؟ وهكذا نفس الشي هون بالهيرث ايكونومكس انا لو عندك كمية فلوس لا محدودة كان عملت كل اشي بخطر عبالي بس الفكرة هون انه الريسورسز الريسورسز هون مش وقت الريسورسز هون فلوس مال هون المال ارنات ادكوت ما بكفي اني اعمل كل اشي بحلالي تمام؟ فبصير اعمل البربرتايزيشن بصير اعمل اولويات تمام؟ فهذا هو المقصود بهالجملة ان البربرتايزيشن ان البربرتايزيشن is followed when resources are not adequate احنا متى مبلش نرتب اولوياتنا لما يشوف ان الريسورسز اللي قدامنا ما بتكفي فلازم انا ارتب اولوياتي تمام؟ بحقولنا as the situation is in almost all countries كل الدول بالعالم كلهم دائما الريسورسز فيهم are not adequate ما حد عند فائض اموال تمام؟ عشان احنا ترتيب الاولويات لش احنا بنعمله عشان نحل المشاكل اللي عنا برضو نتعامل مع النيتس اللي هم الاحتياجات اللي عنا نرتبهم حسب الاولويات والسلوشن انه كيف حل المشكلات برضو كمان انا بكون يعني اقرر فيه كيف رح احل المشكلة اللي عندي حسب اولويات معينة ماشي وهكذا فبس هاي بحقولنا موضوه ان الموارد كافية مش بس الفلوس برضو كمان الوقت المباني القوى العاملة وهكذا لو انا عندي مليون دكتور كان خلص ببعت كل مريضة على دكتور بس انا مثلا بحمزة عنديش غير خمس دكاترا مثلا معناها انا الواحد يجي وخدم موعد رح يقعد فترة طويلة او رح اصير مثلا ارتب المرضى حسب الاولويات مين وضعه صعب رح اطغير مثلا موعد قبل او هكذا فهمتو كيف مثلا الواحد اجا على الطوارئ بدو يموت انا ما بخلي يستنى سبع شهور بروح بداخله على المريض وهكذا فهمتو كيف فيعني هي بتصفي بالاخير شو ترتب اولويات ماشي لانه لا الوقت كافي ما عندنا وقت لا متناهي مثلا ولا عندنا دكاترا لا متناهيين ولا عندنا مباني مستشفيات لا نهائية ولا عندنا فلوس لا نهائية عندنا كل اي شي محدودة فبدنا نرتب اولوياتنا حتى نطلع باحسن النتائج تمام هلا بحكولنا هون انه فلوس مصاري اوكي القوى العاملة المباني المباني المعدات 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 اجهزة الكمبيوترات كل هاي الشغلات تستخدمهم الاهداف معينة برده كما معناها اهداف معينة كل هم هدول الفلوس التريند بيرسون الفاسيليتيز السبلايز كل هم انا بستعملهم علشان اهداف معينة تمام بس كل هم برده بنفس الوقت بكون محدودات عندي كنترولين هيرث كير انه انا اعمل تحكم بالنفقات اللي انا بحتاجهم زيادة صرف النقود بحكولنا انه انت عشان تعمل كنترول تعمل تحكم بالنفقات اللي عندك بمجال الصحة لازم انت يكون في عندك اندرستاندنج فيهم كتير منيح للغرث انسباندنج اللي هو موضوع زيادة الصرف بالطب ليش الطب كتير انا لازم اضل اصرف عليه لازم اضل اصرف عليه هذا الاشي ان شاء الله رح ناخدها بالمحاضرة الجاي فهاي الفقرة بس كانت مقدمة للمحاضرة الجاي ان شاء الله رح ناخدها رح تكون تحكي لنا انه ليش في انا عندي growth in spending يعني ليش في عندي نمو زيادة بصرف الفلوس بالمجال الطبي تمام اه فهاي بحكولنا انت بي continue in the next lecture اوكي لهوان بنكون خلصنا هيكا النقطة الثامنة انه عن موضوع ترتيب الاولويات ان شاء الله تكونوا فهمتوها كتير منيح وتكونوا فهمتو التمنقاط اللي حكينا فيهم هاي المحاضرة اه انا بعتذر شوية مرات يمكن بطول عليكم بس مادت فلسفة بدها حكي يعطيكم الف عافية ان شاء الله عم بكون اني انا سهل عليكم كذا اعطوني feedback يعطيكم الف عافية السلام عليكم اشتركوا في القناة